في الوقت نتكلم مع حضراتكم عن موضوع مهم جداً بيهم طبعاً كتير من الأمهات لأنه في بعض الأطفال بيتولدوا أصلاً عندهم نقص في الفيتامينات وده بيخليهم يواجههم مضعفات صحية من الممكن أن يتستمر معاهم طول الوقت الأم دايماً بتحاول أن يتتعامل مع الموضوع بنظام صحي معين لكن أحياناً ما بيكونش ليه التأثير اللي هي متوقعية يا جمال صحيح يا شازل عشان كده مهم جداً نحن نعرف إزاي الأمهات ممكن يتعاملوا مع أطفالهم لو كان عندهم نقص في الفيتامينات بالجسم إزاي يقدروا يعوضوا النقص ده بتغذية بديلة وصحية أو حتى إزاي نحاول إحنا من البداية نقدر إن إحنا نمنع أن يكون الأطفال تتولد وهي عندها نقص في الفيتامينات معنا النهارده في السوديو دكتورة ريهام صفوت استشايد تغذية العلاجية اللي هتجاوبنا على كل التساؤلات دي صباح الخير عليك يا دكتور صباح الخير صباح الخير علي كل مصر أهلا بك في البداية حابين نعرف من حضرتك ليه الأطفال بتتولد أو ممكن تتولد وهي عندها نقص في الفيتامينات وده بيكون سبب وإيه؟ هل لي علاقة بتغذية الأم؟ هل لي علاقة بعادات معينة خلال يوم؟ هممكن تكون بتقوم بيها؟ الحقيقة إنه الطفل ممكن يتولد عنده نقص في فيتامينات معينة نتيجة سوق تغذية الأم أو نتيجة مشاكل صحية عند الأم مثلا على سبيل المثال فيتامين كي الأم ممكن يكون عندها فيتامين كي قليل نتيجة سوق تغذية وده بيوصل للطفل بكميات قليلة عن طريق المشيمة الطفل ما بيقدرش يكون في الأيام الأولى من عمره فيتامين كي وبالتالي ده بيخليه عرضة لنقص فيتامين كي عشان كده الأطفال أول ما بيتولده بيدوم فيتامين كي إنه لو هو ناقص يستطيع يعمل نزيف ده السيولة والتجلطات بتاعت الدم فممكن يحصل نزيف وطبعا ده حالات بتبقى خطر جدا على الأطفال فيتامين دي مثلا برضو من الحاجات إلا لو الأم عندها نقص أكيد هي مش هتقدر تدي للطفل فيتامين دي بكميات مناسبة كمان عايزين نقول إنه الرضاعة الطبيعية هتحمل طفل من نقص فيتامين كتير جدا لأنه الحقيقة إنه الطفل بياخد الفيتامينات بتاعته من لبن الأم وبياخد من مخزون الأم فدايما إحنا بنقول إنه أكيد لبن الأم أو الرضاعة الطبيعية هتحمل طفل بصورة كبيرة جدا من نقص الفيتامينات أول 6 شهور لو الرضاعة exclusive أو بنقول رضاعة طبيعية فقط لا غير بدون دخول أي حاجة تانية ده أكيد هيخلي الطفل يضمن وجود كل الفيتامينات في جسمه طيب إحنا دلوقتي الطفل كبر شوية ومازال عندنا نقص فيتامين ومازال عندنا مشاكل طبعا بيتابعه دكتور وأكيد لو هو نقصه حاجة فيتامين دي موجود برضو بكميات قليلة أوي في لبن الأم فممكن يكون محتاج تعويض خارجي مثلا أو التعارض للشمس طبعا الدكتور أو الطبيب المسؤول هو اللي بيشوف الدرجة بتاعة نقص فيتامين دا لقد إيه وبيبتدي على أساسها أنه هو يقول لها العلاج ده هيبقى بيتم إزاي طيب إحنا في عداد غلط بقى يعني في عداد الفطام الغلط يعني إحنا ما بنيجي أن ندخل للطفل الأكل من بنتدي ندخله بقى بسكوت حاجات اللي هي الأمح الحاجات دي كلها لأ أنا لازم أدخله حاجات برضو فيها عناصر فيتامينات الخضار زي الكوسة مثلا زي الجزر زي البطاطس أبتدي أن أنا أدخل فواكه واحدة واحدة طبعا أبعد عن الحاجات اللي ممكن تسبب حساسية طفاح مثلا كومترة الحاجات دي كلها فده هيضماني برضو أن هو يأخد الفيتامينات الجسم المحتاجة طيب حديقة بتقولي اللرئتي أنه هيأخد من مخزون الفيتامينات اللي موجودة عند الأم ده معناeh أن الأم لازم تتغزى كويس ولازم تاخد فيتامينات كمان لأن ه التتغزى كويس ده يدوه تكفي نفسها مثلا خلينا نقول حاجة إحنا الناس عندنا عندها مفهوم أنه أنا لازم أتغزى فأنا لازم أأخد فيتامينات أنا بعمل دايت فأنا لازم أأخد فيتامينات لا هو المفهوم ده خاطئ احنا النهاردة لو الاكل بتاعنا متوازن بناخد السعرات الحرارية بتاعتنا اليومية او بنقص منها تدريجيا عشان نخس مثلا وطبعا ده لا ينطبق على الام اللي بتردع اكيد فاحنا النهاردة احنا لو باخد خضار وفكهة ونشويات ودهون نفع وبروتين انا اكيد مش محتاج ان انا اخد فيتامينات طيب انا النهاردة بقى كمان منع حاجات بقى معينة كمان من الاكل زي الناس اللي هي بتعمل دايت معتمد على نوع او نوعين من المغزيات الرئيسية ده اكيد هيأثر بصورة كبيرة جدا طيب احنا ما بنيجي برضو نعمل دايت او ما بنيجي نقلل من كمية الاكل اللي احنا بناكلها بنلاقي انه الدايت ده لو اتعمل بصورة خاطئة والدايت ده لو اتعمل يعني منعنا نفسنا جامد قوي وقللنا جدا السعرات الحرارية اللي احنا بناخدها في خلال اليوم تأكد ان ده هيأثر على محتوى او كمية الفيتامينات اللي موجودة في الجسم وبالتالي احنا لازم نبقى عارفين انه اكلنا لازم يكون متوازن في كل الالوان كمان للخضار والفاكهة طبعا شرب الميا كمية البروتين اللازمة لانه الفيتامينات نفسها ده بروتين بتيجي من البروتين فاحنا لو ما كناش كمية البروتين الكافية ده هيأثر عليها طيب دكتور في يعني ممكن بعض الامهات تعتقد انه نقص الفيتامين بكمية قليلة مش هيسبب مشكلة وبسيطها بقى عوضوا بالاكل ممكن ما تهتمش انها تروح للدكتور ناخد النصايح بتاعة الاسرة والعيلة والجران حقيقي خلينا اعرف من حضرتك اولا نقص الفيتامينات ممكن يؤثر ازاي على الطفل وايه اخطر الفيتامينات اللي لو لقينا فيها نقص حتى ولو بسيط لازم نتوجه للطبيب اكيد ده حسب الاعمار السنية بس خليني اقول انه نقص فيتامين دال مثلا في الاعمار السنية الصغيرة في مراحل النمو ممكن يتسبب في كساحة او مثلا ضعف في العظم فالنمو كمان مش هيبقى مظبوط طيب انا امتى احس سؤالك الاولاني امتى احس ان الطفل عنده نقص فيتامين اولا ممكن يكون عنده النشاط بتاعه قل او هو حسس انه عنده خمول وارهاق طول الوقت غير اقرانه مثلا طيب تركيزه ضعيف بينام كتير دي الاعراض بالزبط فيه ولاد عندهم فرط حركة ده برضو ممكن يكون نقص فيتامينات لانه فرط الحركة ده ممكن يكون امتصاص سيء للأكل اللي فيه الوان صناعية ومواة حفظة وكل الكلام ده وبالتالي امتصاص الفيتامينات متأثر فهو مش مركز اللي عنده فرط حركة لا يمكن هتلاقيه مركز او لا يمكن هتلاقيه شخص شاطر او يعني هو زكي لكن مجتت دايما ممكن ده يكون نقص فيتامينات طيب احنا ممكن نلاقي نقص الفيتامينات في ايه كمان او نلاحظ في ايه ممكن تلاقي زيادة في الوزن وده بعض الفيتامينات لو مش موجودة ممكن تسبب زيادة في الوزن زي مجموعة فيتامين بي ممكن مجموعة فيتامين زي برضه ممكن يتسبب زيادة في الوزن طيب نقص في الوزن برضه ده بينعكس على ان انا ما بكونش كويس وعندي سوق تغذية الرؤية بقى ممكن الرؤية الليلية تبقى متأثرة فيتامين ايه مثلا متأثر طيب عدم التقام الجروح بسرعة فيتامين سي مثلا ممكن يكون هو السبب في ده فكل فيتامين وليه الشكل بتاعه أو ليه الأعراض بتاعه بس احنا أول حاجة بنبص عليها أنه النشاط بتاعه مختلف بينام كتير عنده إرهاق عنده كسل مش مركز نبتدي نفكر أن احنا نعمل التحليل اللازمة ونتوجه لأقرب دكتور أو طبيب عشان يقدر يعرف إيه نقص فيه طيب من أكتر الفيتامينات اللي بنسمع دايما أن فيها نقص فيتامين دي وحديتكلمتي عنه دلوقتي النسبة بتاعته تكون كام بالنسبة للأطفال وإمتى أحتاج أن أخذ علاج ليه مش لمجرد أن يتعرض لأشعة الشمس احنا الحقيقة محتاجين أنه هو يبقى في اليوم ربعمائة واحدة دولية ربعمائة واحدة دولية دول اتعرض لأشعة الشمس عشر دقايق ثلاث مرات في الأسبوع ممكن يحققون في توقيتات معينة في توقيتات يعني احنا بنتكلم على الفترات اللي هي بدري أو بعد الدول لأن الشمس عندنا طبعا حارقة في الوقت من الساعة 12 مثلا الساعة 4 هيبقى مفهوم الشروق والغروبية مش صح أنه نقعد في الشمس في الوقت إنما أنا أتكلم فيه أنه برضو الأغذية اللي موجود فيها فيتامين دي قليلة يعني نحن نكلم عن الجبن سفار البيض الزبادي فإحنا برضو نحاول أنه ندخل ده لكن في نفس الوقت لازم التعرض لأشعة الشمس ليه؟ علشان انتصاص الكالسيوم يبقى مظبوط عشان كسافة العظم تبقى مظبوطة عشان النمو كمان ما يتأثر شويه يبقى مظبوط من ضمن الحاجات برضو اللي فيها ممكن يكون فيها نقص في الفيتامينات هو نقص الكالسيوم اللي بيسبب في نقص النمو أو التقزم أو تلاقي الطفل على الكيرف مش بيكبر بمعدلات طبيعية وبالتالي ده برضو لازم المتابع مع طبيب عشان يقول لنا النمو بتاعه مظبوط ولا لأ والمعدلات بتاعته طبيعية دكتور فيه البعض برضو ممكن يكون بيتعامل مع الفيتامينز أو المكملات الغذائية معاملة الأكل بالزبط هو شايفين ممكن بالزبط ممكن حتى ماكلش كويس بس باخد فيتامينز أنا حاسة أن أنا مكسلة شوية عندي خمول شوية يلا روح اخد فيتامينز هل أنه فكرة تناول الفيتامينز عمال على بطال ولفيها صدق أصلاب فيتامينز هتأذيني في إيه هل هي بالفعل مؤذية وهل الأم اللي ممكن تكون بتتناول فيتامينز بشكل مكسف شوية أو بشكل هي مش في حاجة لي ممكن يؤثر كمان على البيبي خلينا نقول أن أنا عندي نوعين من الفيتامينات فيه فيتامينات بتمتص في وسط دهني وبتخزن في الدهون وفيه فيتامينات بتمتص أو بتخرج مع الماء فيتامينات اللي هي بتتخزن في الدهون دي فيتامين إي ودي وإي وكي الأربع فيتامينات دول لو زادوا عن حدهم بتسبب تسمم في الجسم وبالتالي أنا ما ينفعش الإفراط في فيتامين دي مثلا ما ينفعش الإفراط في فيتامين إي ما ينفعش الإفراط طب أنا لو بكلهم قردي في الأكل وأنا باخد النسبة بتاعتي في الأكل مظبوطة يبقى أنا أما هاجي أخد فيتامين يبقى ده بيزيد عن حاجة الجسم ما فيش داعي هيبتدي يتخزن في الجسم هيبتدي بعد شوية يعملي أعراض التسمم بتلاقي مثلا بي 12 كمان من الحاجات اللي بتتخزن في الجسم بي 12 بعد فترة وزيادته في الجسم بيبتدي أنه هو يعمل زغلالة صداع إحساس رعشة والناس ما بتبقاش فهمة هو أنا ليه بيحصل لي كده لا ده بسبب زيادة فيتامين معين عن حاجة جسمك زي فيتامين دي برضو بالظبط الناس بتبدأ ده كل الناس عند ده فيتامين دي ناقص نبدأ ناخد 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 كميات عالية 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 وتبتدي برضو يحصل منه تسمم فإذا أنا الإفراط في تناول فيتامينات ما ينفعش لازم يكون تحت إشراف طبيب ليه؟ الطبيب لازم يكون عارف الحالة الغذائية عاملة إزاي عارف كمان هل فيه أي مشاكل صحية في الامتصاص مثلا مشاكل جهاز هضمي مرض مزمن دوا بيتاخد فيه أدوية مثلا بتاعت السكر ممكن لما تتاخد تقلل امتصاص فيتامين بي 12 فأاخد معاها بي 12 لفترة معينة وأقيس وأرجع أشوف هل أنا محتاج تاني أن أنا أاخد بي 12 ولا لا طيب برضو فيه أدوية زي أدوية اكتئاب أو حاجات كده ممكن يحصل تفاعل معين يقلل امتصاص فيتامينات معينة وبالتالي أنا هبقى مضطرة أاخد الفيتامين اللي بيقل يبقى أنا ما باخدش كمان أي حاجة أنا بفضل دايما أنا ما أخدش الفيتامينس كلها على بعض لا أنا باخد النوع اللي هو اللي ناقص ويطلب مني تحليل فعرف فيتامين إيه اللي ناقص عني طيب وحضرتك في الكلام دلوقتي قلت أنه زيادة الفيتامينات عن الحد من الممكن أن يؤدي إلى تسمم في الجسم ده طبعا من خلال الأدوية اللي فيها الفيتامينات طيب طيب لو أنا بتناول طعام بيديني نفس الفيتامين مش هيحسن وبتناول الطعام بكثرة هل من الممكن يؤدي لنفس النتيجة؟ الحقيقة أنه تعامل الجسم مع الأغذية ومع الأكل الطبيعي بتاعنا زي الخضار والفاكهة لا يمكن يؤدي إلى تسمم لأنه طبعا تعامل برضو الكبد والكلة في إخراج الفيتامينات دي من الجسم برضو بيبقى مختلف مهما كانت الكمية مهما كان بيبقى مختلف الأكل عن الحاجة اللي هي المصنعة طيب دكتور يعني الفيتامينز زي ما كنت حدرت بتتكلمي أنهو بيؤثر عن نمو الطفل بس بيؤثر عن نمو الطفل جسمانيا ولا ممكن كمان يؤثر على ذكاء الطفل يؤثر حتى على قوة ملاحظة الطفل ده أكيد يعني بيؤثر على الاتنين لأن خلي بالك أنه الكالسيم لو نقص فيتامين دي لو نقص البروتين لو نقص من جسم كل الكلام ده هو مش هيكبر أو هيتول بشكل طبيعي وبالتالي هو هيبقى محتاج أنهو هياخد فيتامينز من بره علشان نلحق أقرانه وبعد كده نبتزي إن احنا نزبط ده في الأكل بتاعه طيب ما هو كمان أنا المخ معتمد على إيه المخ معتمد على كمية الجولوكوز اللي بتوصله كمية الأوميجا ثري أو الدهون النفعة اللي بتوصله كمية البروتين اللي احنا بنأكلها عشان تكوين المخ الخلايا العصبية والإشارات العصبية وكل الكلام ده وهناه معتمد على بروتين برضو وبالتالي ومجموعة من الفيتامينز فكل الكلام ده لو حصل فيه خلال أكيد هيأثر على زكاء وأكيد هيأثر على استعاب طيب هل نقص الفيتامينات ده من الممكن أن يكون مثلا وراثي يعني احنا قلنا في البداية أن الأمة بتستعد أو السيدة وهي حامل بتستعد الحاجة زي دي فممكن تكون بتتغذى كويس وبتاخد فيتامينات عشان طبعا الطفل أو الجنين والفترة الأولينية بتاعة الرضاعة لكن بعد كده من الممكن أن الطفل أنه يصاب بنقص فيه فيتامينات معينة هل الموضوع وراثي مثلا؟ وراثي لو في حالة مرضية بتمنع امتصاص فيتامينات معينة لكن كنقص فيتامين لوحده من غير ما يكون في حالة مرضية لا مش هيبقى وراثي هيبقى العادات الغذائية بتاعتنا وإزاي الطفل ده كان في مراحل العمر الأولى وإزاي احنا تعملنا معاه في مراحل العمر الأولى في الرضاعة الطبيعية وبعد كده مرحلة الفطاة ومتاعته وكل الكلام طيب دكتور إيه الفيتامينز؟ لحديك بتنصحي بيها السيدات الحوامل اللي ممكن أن هم يتناملوها طبعا بعد استشارة الطبيب يعني أو إيه حتى يمكن زي وحديك قلتي أنه في بعض الهابتس أو بعض العادات ممكن خلال يوم كمان ممكن تؤثر حتى على نقص الفيتامينز إيه اللي ممكن لو هتقيروا شدة للسيدات الحوامل إيه يمنوا؟ عشان يتفادوا قصة نقص الفيتامينز يعني طبعا أي واحدة بدأت مرحلة الجواز وهتبتدي تستقبل طفل لازم الفوليك أسد لأن الفوليك أسد لو قل في جسمها ده ممكن يتسبب في تشوهات للجنين وخصوصا لتشوهات في الجهاز العصبي وده طبعا لازم لازم يكون في الروتين بتاع أي سيدة دخلة على فترة جواز وحمد وهتبتدي تستعد لاستقبال طفل تاني حاجة الحديد لأنه فيه ناس كتير جدا بتقولي يعني بتسمعي كتير قوي 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 من الناس اللي حوالينا يقولوا إحنا ما كل مصر عندها أينمي ما كل الناس عندها أينمي ده مش معناه إن إحنا نهمله هو دي حاجة لازم إن إحنا ناخد بنا منها ونعالجها لأنه ده أولا هي مش هيبقى عندها أي مجهود طبعا نقص أكسوجينها مش هتقدر يكون تمارس حياتها الطبيعية بشكل مظبوط مع الحمل كمان ده هيقل أكتر وأكتر مع عدم التغذية أو سوق التغذية هيقل أكتر وأكتر وبالتاني لازم تهتم بمستوى أو مخزون الحديد اللي موجود عندها طبعا فيتامين دي والكالسيم عشان تحمي عضمها وعضم البيبي اللي جاي كمان مهم جدا كمان إن هي تبقى بتاكل بقى أكل متوازن أكل مظبوط الخضار والفاكهة بكل أنواحة بكل ألوانها متوزع على مدار اليوم وبرضو ما ننساش برضو شرب الميا لأن الهيدريشن بقى مع الفايتامينت مع كل الكلام ده دي حاجة مهمة جدا أو ترتيب الجسم طب ده بالنسبة للكبار يعني لو حد كبير هيقدر يخطط ويقدر يعمل الكلام ده بالنسبة للأطفال في النظام التغذية لا ده أنت عندك كمان مش كمان التخطيط للأطفال أنت عندك كمان الأطفال دلوقتي الموضة بتاعتهم إحنا ما مناكلش أخضار وفاكهة هم عايزين يستخدمه هي دي المشكلة يعني الأمهات اللي بتسمعنا دلوقتي هتقول طبعا أنا ابني ما مناكلش أخضار وفاكهة ما بيحبش السلطة إحنا بقى نحاول أنه نشوف هو بيحب إيه وندخل معها العناصر دي مثلا بيحب مثلا بيتزا هي ممكن تحط البيتزا وعليها مثلا شرايح فلفل وطماطم ممكن تحط مثلا حيط البروتين عليها يكون نفس العناصر الغذائية حتى لو دخلت الفرن وتفاعلت مع الجبنة حتى لو دخلت الفرن إحنا بقى كمان العين بتاكل الأول فإحنا لو عندنا الطبق بتاعنا معمول فيه مثلا الجازر بطريقة معينة الخيار بطريقة معينة يعني أمه ممكن تتعب شوية بس ده في سبيل طبعا صحة ولادها طب الفكهة يعني إحنا ممكن نعمل فكهة مثلا صلطة فكهة ممكن نعملها في صورة عصاير مثلا ممكن نعمل مثلا الفكهة دي مع كيك مثلا جوة الكيك بحيث أنه أحببه في الحاجة دي وفي نفس الوقت أضمن أنه هو خد العناصر الغذائية اللي هو مطلوبة رايحة الدكتور زي ما حضرك قلت مهم جدا الأم تاخد بالها خلال فترة حملها أصلا عشان تتفادى فكرة أنها يبقى الطفل اللي بتولد بيبقى عنده نقص في فيتامينز لأن حتى التعامل مع الموضوع ده بيبقى صعب بعد كده وبيحتاج كمان متابعة كبيرة فالقصة بتبدأ من الأم إن هي لازم تتغذى كويس زي ما حضرك قلت وتبقى حريصة أو دقيقة حتى في العداية حتى اليومية لها أنا بشكر حضرك شكرا جزيلا دكتور ريهام سوف تستشاري التغذاء اللي جانا وارتينا في صبار خيلي شكرا جزيلا شكرا جزيلا